اشتركوا في القناة والذي يدعي أنه حصل عليها أحد الباحثين المعروف بتزييفه للكثير من الحقائق في المكسيك أنا أحببت اليوم أن نتأمل هذه الأشكال والتي أنا شخصيا أعتقد أنها مزيفة لأن الله عز وجل عندما يخلق مخلوقات يعني هذا مخلوق أرضي نفس التصميم الكائنات الفضائية يجب أن تكون من منظومات مختلفة لأنها تعيش على كواكب بعيدة لها أشكال مختلفة لها تصميم مختلف ولكن هذا يبدو كائن أرضي ولكن نراه أحيانا في أفلام الخيال العلمي نرى هذه الأشكال في أفلام الخيال العلمي كائن بثلاثة أصابع مثلا وبكتف مربعة وشكل الوجه مثلث يعني هو من وحي الخيال العلمي ولكن دعونا نتأمل طبعا ما قاله هذا هو الباحث موسان كما نرى هنا يقف في البرلمان المكسيكي وهذه أول نقطة أو علامة استفهام يعني أنا لدي بحث علمي أعرضه على برلمان أم هناك مختبرات علمية أيها الأحبة يعني هذا الباحث المكسيكي أقسم يمينا هنا أمام البرلمان المكسيكي أن هذه الكائنات حقيقية وأنه أجرى عليها تحليل ووجد أنها لا تطابق أي كائن أرضي وأنها موجودة في الفضاء وأنه عثر عليها منذ 2017 ولكنه عرضها بتاريخ 13-09-2023 وهو يزعم أنها جثث لكائنات فضائية غير بشرية طبعا وكالة ناسا طلبت من هذا الباحث أن يقدم هذه الجثث لمدة عشر دقائق فقط مباشرة يعني الصورة الشعاعية يمكن أن توضح لك حقيقة الأمر ولكنه رفض طبعا فواضح أن هذا زخم إعلامي ربما تشترك فيه الماسونية العالمية بهدف إخافة البشر لديهم أهداف لا نعلم بهدف إشغال عقولهم بأشياء تافية أنتم تعلمون أيها الأحبة أن عصرنا هذا الذي يتحكم فيه الإعلام الإعلام العالمي وبالتالي يعني يقول هذا الباحث مرسان يقول تم العثور على هذه الجثث في منطقة البيرو أو بيرو في عام 2017 وهو قدر عمرها بألف عام طبعا أحبة في الله نحن أمرنا الله عز وجل وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نبني إيماننا على لغة العلم أن نبني عقيدتنا على الحقائق العلمية صحيح أن الله عز وجل أكد وجود كائنات في الفضاء الخارجي ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيه ما يعني في السماوات والأرض من داب وهو على جمعهم إذا يشاء قدير يعني أنا شخصيا أتصور أنه سيأتي يوم ونجتمع مع هذه الكائنات الفضائية هذا يقيني لأن الله سبحانه وتعالى قال وهو على جمعهم إذا كلمة إذا في اللغة تستخدم للتأكيد يعني مثلا إذا جاء نصر الله والفتح يؤكد أنه جاء إذا وقعت الواقعة ستقع إذا السماء انشقت سوف تنشق وإذا البحار فجرت وإذا البحار سجرت وإذا إلى آخره بينما كلمة إن 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 تتوبى إلى الله إن تفعل كذا يحدث كذا هذه إن شرطية قد تحدث وقد لا تحدث فالله عز وجل في هذه الآية الكريمة ماذا قال قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من داب وهو على جمعهم إذا إذا انتبه معي لم يقل إن لو قال إن لقلنا احتمال يعني ولكن مما أنه قال إذا إذا هناك لقاء مع والله أعلم طبعا مع مخلوقات فضائية ولكن قد يكون بعد مئات السنين قد يكون اليوم هذا قريب لا ندري وهو على جمعهم إذا يشاء القدير إذن أحبتي في الله وجود الكائنات الفضائية هذا الأمر إذا ثبت علميا لسيما أن وكالة ناسا أصدرت تقرير مؤخرا تحدثنا عنه وأمريكا أيضا أصدرت مجموعة من التقارير تؤكد وجود أضواء غامضة تم التقاط صور لها وتؤكد وجود أجسام متحركة بسرعة تظهر أمام شاشات الرادار ثم تختفي صورها الجيش الأمريكي طبعا كل هذه المسائل تدعونا يعني أن نعتقد وبخاصة أنه لدينا آية قرآنية واضحة أنا كإنسان مؤمن أعتقد أن هناك كائنات غير البشر تعيش في الكواكب البعيدة ربما في مجرات بعيدة وربما يكون هناك حضارات أذكى من حضارتنا وأكثر تطورا الله أعلم وقد يكون هناك حضارات أكثر تخلفا أو حضارات بداية كائنات بداية لذلك نعتقد أنه توجد حياة في الفضاء وأن اللقاء معها غير مستحيل مؤكد وإذا حدث هذا اللقاء بين الكائنات الفضائية وبين البشر سيظهر إعجاز هذه الآية في تلك اللحظة لأن القرآن كما قلت أيها الأحبة فيه نبأ من سيأتي بعدنا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يعني سوف يرى هؤلاء الملحدون والمعاندون والمشككون سوف يرون حقائق في الكون في الآفاق ويرون حقائق في أنفسهم يجدون إشارات علمية لها في القرآن تؤكد لهم أن القرآن هو كلام الله الحق هذا هو معنى سنريهم والسين هنا ممتدة إلى يوم القيامة السين للمستقبل والمستقبل مفتوح إلى يوم القيامة إذن مدام هناك مشكك واحد على الأرض لابد أن تظهر معجزات في الآفاق وفي الأنفس تؤكد أن القرآن هو كلام الله ما علاقة القرآن بهذه المعجزات والآيات الإلهية في الطبيعة وفي الكون وفي النفس القرآن فيه آيات تشير إشارات واضحة إلى هذه الاكتشافات العلمية وهذه الحقائق التي نراها من حولنا إذن خلاصة هذا البحث أيها الأحبة أن ما رأيناه في الصور يعني هذه الكائنات وطبعا من الأشياء الغريبة يعني مسيت أن أحبيركم عنها أن الكائن هذا كما يزعم يعني أنه صوره بالأشعة السينية فوجد فيه بيوض في داخله يعني يتكاثر بالبيوض يعني كائن شبيه بالإنسان بثلاثة أصابع بوجه مثلث بجسم مستطيل يعني واضح واضح أيها الأحبة أنها خدعة مزيفة للضحك على عقول البشر مع إيماننا واعتقادنا بوجود كائنات موجودة في الكون واللقاء معها قد يكون قريبا قد يكون في المستقبل الله أعلم ولكن نحن كمؤمنين نعتقد أن الله عز وجل أشار إلى هذه الكائنات وأن اللقاء معها ممكن نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر